على كل الجبهات لا تزال مأرب عصية على الجماعات الإرهابية لميليشيات الحوثي بمختلف أسلحتها الأسلحة الإيرانية طبعا تحالف دعم الشرعية في اليمن برفقة القوات الحكومية ألحق خسائر كبيرة في العتادي والأرواح ضمن صفوف الميليشيات المدعومة من طهران على جبهات القتال خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية التحالف نفذ ثلاثين عملية جوية ضد أهداف الحوثيين في منطقة صرواح غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب شمال اليمن والخسائر التي خلفتها الغارات شملت مقتل نحو مئة وعشرة عناصر من الميليشيات الإرهابية وتدمير اثنتين وعشرين آلية عسكرية ومستودع ضخم يضم أسلحة وذخائر بينها مسيرات ودمرت صائرات التحالف منظومة دفاع جوي نصبتها الميليشيات الحوثية جنوب محافظة مأرب كما أفشل الجيش اليمني برفقة المقاومة الشعبية مسنودين من طيران التحالف بالطبع هجمات ميليشيات الحوثي في جبهات جنوب مأرب في ذنة والجوبة وأمريش بحريب كما نفذ عمليات هجومية نوعية ضد عناصر الميليشيات ومواقعها محرزة تقدما على الأرض القوات الحكومية اليمنية أثبتت بتصديها وإلحاقها خسائر في صفوف الميليشيات الإرهابية أثبتت مدى جاهزية الجيش وقدرته العسكرية والتكتيكية العالية في العمليات القتالية ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران نفذت عملياتها الانتقامية بقصف بالصواريخ الباليستية الإيرانية والمسيرات المفخخة أيضا إيرانية الصنع أدت لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير مرافق سكنية وخدمية سيما الصحية منها